مع انتهاء الدوري خلاص احنا الدوري بيخلص يعني مع انتهاء الدوري هل حراك شفت انه عندنا لعيبة عندها كواليتي وجودة انها تلعب مع منتخب مصر الاولاش احنا كنا نشتكي من الكواليتي او جودة اللعب المصري مع هزي المنافسة الكبيرة في الدوري المصري هل اصبح عندنا عدد من اللعبين اللي يداروا يمثلوا منتخب مصر طبعا اغلب اللعب فيه لعبة كتير ظهرت في الفترة الاخيرة بشكل جاي جدا طبعا احنا مش عارفين فكرة في توريا هيلعب ازاي واصلوبه هيبقى ازاي وطريقة ايه احنا لسه ما شفناهوش هو بيختار ازاي لكن انا شايف انه فيه لعبة دمالك فيه لعبة كويسة جدا بس المؤكد المؤكد ان اي مدرب اجنبي بيعتمد على اللعبين المحترفين اولا صحيح وبعدين بيكمل النواقص اللي عنده طبعا احمد صلاح النيني تريزي جي احمد حجازي مجموعة بس فيه ناس ده ظهرت في الفترة الاخيرة واتبتت انها جديرة بانها ترتدي فنلة منتخب مصر زي مين يا فن؟ محمد عوات مثلا ظهر بشكل جيد جدا نزيز وفرض نفسه كلاب اساسي بقى فيه برضو من الزمالك نمار لانه اللعب يجد ملتدم جدا فيه حسام عب مجيد رغم انه صنه ظهر عنده اداء جيد جدا برمز ظهر بفترة الاخيرة بشكل جيد رمضان صبح كان قبل الاصابة كان ماشي كويس فيه برضو ممكن نقول علي جبر بدأ يستعيد مستواه بشكل جيد جدا فيه لعيبة احمد ريفعد مسا من فيوتشر فيه احمد عاطف لعيبة مؤهلة تلعب لمنتخنا بس احنا مش عارفين فكره الراجل ده بيفكر لا انا فهمته انه هو يمكن ادرامي عارف انه بيفكر في الشباب اكتر صحيح وبيفكر في السن الصغير اكتر صحيح صحيح